الله 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 يا مولانا الله 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 لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شعور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن نبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله عز وجل به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين فاللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهاتنا أمهات المؤمنين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلِّم اللهم تسليمًا كثيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد أيها المسلمون عباد الله ما زال الحديث موصولًا عن صفات عباد الرحمن هؤلاء الذين رضي الله سبحانه وتعالى عنهم وجعلهم مثالًا يُحْتَذَى وَقُدْوَةً يُقْتَدَى بِهِمْ فَيُهْتَدَى هؤلاء الذين ذكر الله سبحانه صفاتهم في أواخر سورة الفرقان لتكون منهجًا لنا وليتبين لنا كيف عاش هؤلاء فنعيش كما عاشوا كيف فعلوا فنفعل كما فعلوا كيف وصلوا إلى رضا ربهم وإلى كرمه سبحانه وتعالى حيث أثنى عليهم في قرآن يُتلى إلى يوم الدين فنكون مثلهم ومع صفة أخرى من صفات عباد الرحمن بعد أن ذكرنا بعدهم وابتعادهم عن الشرك بالله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر وذكرنا بعدهم عن قتل النفس تلك الجريمة العظيمة التي توعد الله عز وجل فاعلها فقال سبحانه ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ثم ذكرنا تورعهم وبعدهم عن فعل الفاحشة ولا يزنون لأنهم يعلمون كما قال الله سبحانه ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا لكنهم يا عباد الله بشر والبشر يعتريهم الضعف والقوة يعتريهم الطاعة والمعصية فقد يقع بعضهم في فعل فاحشة أو ذنب أو تقصير في طاعة وغير ذلك لذلك فإن الله سبحانه وتعالى وصف عباد الرحمن بعد بعدهم عن ارتكاب الفاحشة بأنه قد يقع بعضهم فيها فيتوب فمدحهم الله عز وجل بالتوبة حتى ولو وقعوا في المعاصي يمدحهم الله سبحانه وتعالى حينما يرجعون إليه حينما يعودون إليه حينما يتوبون إليه قال الله جل ذكره ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا وهذه هي الصفة الثامنة يا عباد الله من صفات عباد الرحمن أنهم بحكم ضعفهم البشري إذا أخطأوا خطأا إذا أذنبوا ذنبا إذا فعلوا فاحشة حتى ولو كانت كبيرة من الكبائر أنهم يتوبون إلى الله عز وجل ويعودون إليه إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ذلك أيها المسلمون أن عباد الرحمن قد علموا قد علموا علاقتهم بالله عز وجل وعرفوا أن العلاقة بين الرب سبحانه جل فعلا وبين العبد قائمة على الرحمة الله سبحانه وتعالى كما قال ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم لا حاجة لله عز وجل سبحانه جل فعلا في تعذيب الخلق لو أنهم آمنوا وتابوا ورجعوا إليه سبحانه وشكروه ما عذبهم لأن العلاقة بينه سبحانه جل فعلا وبين خلقه جعلها قائمة على الرحمة كتب ربكم على نفسه الرحمة وفي الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله عز وجل الرحمة مئة جزء فأنزل إلى الأرض جزءا واحدا وأمسك عنده تسعة وتسعين جزءا أمسك عنده تسعة وتسعين جزءا من المئة جزء من الرحمة وأنزل إلى الأرض جزءا واحدا فبه يتراحم الخلق به يتراحم جميع الخلق جميع العباد يتراحمون بهذا الجزء الواحد من المئة جزء حتى أن الدابة لترفع حافرها عن ولدها مخافة أن تصيبها من ماذا؟ من جزء واحد من مئة جزء من الرحمة فتأملوا يا عباد الله كيف تكون العلاقة مع الرب سبحانه وتعالى ومع العبد علاقة قائمة على الرحمة الله سبحانه يحب أن يرحم لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق عرشه إن رحمتي غلبت غضبي إن رحمتي غلبت غضبي الله سبحانه وتعالى يغضب على عبده العاصي نعم وتوعده بالعذاب نعم لكنه سبحانه وتعالى من رحمته أنه لا يعاجله بالعقوبة من رحمته حتى وإن غضب عليه يمهله يعطيه فرصة لكي يتوب ويعود يفتح له باب التوبة على مصرعيه لأنه سبحانه وتعالى يحب أن يرحم عبده يحب أن يتوب عبده إليه فيتوب الله سبحانه وتعالى عليه لذلك ربنا سبحانه فتح باب التوبة للجميع وهو سبحانه يقبل التوبة عن عباده كما قال حتى وإن شربوا الخمر حتى وإن شربوا الخمر حتى وإن سرقوا حتى وإن سرقوا حتى وإن زنوا حتى وإن زنوا حتى وإن اغتابوا أو قذفوا حتى وإن فعلوا ذلك حتى وإن قتلوا حتى وإن قتلوا الله سبحانه وتعالى فتح لهم هذا الباب بل وإنه سبحانه وتعالى يحب من دخل عليه من هذا الباب ألم يقل مولانا سبحانه جل في علاه إن الله يحب التوابين الله سبحانه وتعالى يحب التائب التائب حبيب الله يا عباد الله التائب حبيب الرحمن الله سبحانه وتعالى يحبه لأنه لو لم يكن العبد التائب محباً لربه خائفاً منه ما رجع إليه ما عاد إليه ما ندم على ما فعله لذلك ربنا قال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويفرح ربنا سبحانه وتعالى بتوبة عبده إليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لله تعالى أشد فرحاً بتوبة عبده إذا تاب إليه من أحدكم كان بأرض فلاه ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه فانفلتت منه راحلته إنفلتت راحلته وعليها طعامه وشرابه وهو في صحراء قاحلة أوشك على الموت أدرك أنه ميت حزن حزناً شديداً ليس معه طعام ولا شراب ليست معه راحلته لتبلغه إلى أقرب بلد تكون فيه النجاة له فماذا يفعل هذا العبد وقد أيس من راحلته بحث عنها يميناً وشمالاً أيس منها فما كان منه إلا أن أتى شجرة وجد شجرة في قلب الصحراء فأتاها فاتجع في ظلها فرحه قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فالله سبحانه وتعالى أشد فرحاً بتوبة عبده إليه وهو الغني عنه سبحانه جل فعلا من هذا الرجل بعودة راحلته إليه فما عليك أيها الحبيب إلا أن تتوب إلى الله عز وجل إياك واليأس فهذا ربنا سبحانه وتعالى يذكر عباده عباد الرحمن بأنهم ابتعدوا عن فعل الفواحش وعن القتل وعن الشرك لكن قد يقع من أحدهم معصية من هذه المعاصي فمدحهم الله عز وجل حينما يتوبون إليه فمن ذل فليتب من وقع في معصية من هذه المعاصي فليرجع إلى ربه فليتب إلى ربه فليعود إلى ربه سبحانه وتعالى الذي يحبه والذي يفرح بتوبته إليه والذي جعل العلاقة بينه وبينه قائمة على الرحمة والمغفرة فالله سبحانه يحب أن يرحم الله سبحانه يحب أن يغفر الله سبحانه يحب أن يتوب على عباده وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون إياك وأن يأتيك الشيطان ويجعل اليأس في قلبك من رحمة الله فالله سبحانه وتعالى قال ورحمتي وسعت كل شيء أنت شيء من الأشياء أنت كائن من الكائنات أنت مخلوق من المصدر أنت مخلوق من المصدر شكرا